السلام عليكم يا شباب تحية طيبة لكل السودانين داخل وخارج أرض الوطن تحية بتاعة حب وإحترام لأي سوداني غيور على الوطن بتاعه النقطة اللولة اللي نحاب لتكلم عنها هي الموضوع بتاع الخلايا النائمة موضوع أظن إنه ما جاء الوقت المناسب إنه الناس تتكلم فيه موضوع الخلايا النائمة للحركة الإسلامية ده موضوع كان مفروض الناس تتكلم فيه لكن ما جاء الوقت المناسب لإنه الناس تتكلم فيه كانت كل الأحداث خلال الخمسة سنة أو الأربعة سنة الماضية هي أحداث يعني ما كانت بالضرورة أن الناس تقعد وتتكلم عن الخلايا النائمة لشنو للحركة الإسلامية لكن الليلة بالضرورة أن الناس تتكلم عنها لأنه بنكون نحن ظاهريا وشايفين أنه ظهرت كيانات أو ظهرت أجسام جديدة دايرت تشيل الثورة عكس المطالب بتاعته يعني إذا شفنا المجلس العسكري بنلقى المجلس العسكري ظهرت كيانات جديدة بتتكلم بإسم الشباب بتتكلم بإسم الشباب السوداني وهم بعيدين كل البعد عن الشباب السوداني ولا الشباب الشعب السوداني أو الشباب السوداني عنده كيان واحد بمثلوا الحركات الشبابية يا شباب مختلفة تماما عشان الناس تفهم معنى الحركة الشبابية شنو الحركة الشبابية حركات مختلفة تماما بداية تكوين الحركات الشبابية كان له خمسة سنة أو ستة سنة لكن قبل ما أخش للموضوع بتاعي مفروض الناس تزأل نفسه سؤال واحد السؤال هو هل سقوط النظام بتاع عمر البشير محضة صدفة؟ هل السقوط بتاع عمر البشير جاء بين ليلة وضحاها؟ هل الشعب السوداني أو المواطن السوداني أو حتى المؤتمر الوطني أو هو احتبار المؤتمر الوطني هو امتداد لحركة إسلامية حتى الترابي، الترابي حركة إسلامية، المؤتمر الوطني هو حركة إسلامية لا أي شخص سوداني كان مركز في الشأن السوداني كان عارف أنه في مرحلة من المراحل أنه النظام سيزغط حتى الحركة الإسلامية بقيادة الترابي أو بقيادة المؤتمر الوطني كانوا عارفين أنه النظام سيزغط طال الأجل وعم غصر وكانوا عارفين أنه المواطن لو ما طلع الليلة بكرة بعد بكرة حيطلع إلى الشارع في وثيغة كان قدم الترابي وعمر البشير في مرحلة كانت الترابي وعمر البشير كانوا متقاطعين لفترة طويلة جدا لكن في مرحلة من المراحل جاء الترابي وخط يده مع عمر البشير الكلام ده كان في 2014 2014 الترابي وعمر البشير جاء قعدوا مع بعض وكانت المرحلة ديكي أول فترة ديكي سموها الحوار الوطني الحوار الوطني اللي هو كان إنه كيف الحركات الإسلامية تطلع من شنو من المأزغة كيف الحركات الإسلامية لأنه الوقت داك يا جماعة المواطن السوداني وصل إلى قناعة إنه أي زول كوز عنده دقيين ده أنا ما دايره الشعب السوداني وصل إلى قناعة تامة إنه تاني في يوم من الأيام لا حيجي زول لا حيجي عبد الحيوسف لا حيجي زول من تجار الدين يقول للمواطن السوداني يا أخي لا الشعب السوداني وصل إلى قناعة بنسبة مليار في المية إنه شنو إنه تجار الدين أو الحركات الإسلامية دي نحنا ما دايرينها أنا ما بتكلم عن إنه الحركات الإسلامية معناته نحن كفر. لا نحن شعب سوداني مسلم لكن دل تجار الدين كانوا يستخدمون الدين الإسلامي كانوا يستخدمون أحاديثة الرسول صلى الله عليه وسلم والغرآن الكريم عشان يصلوا إلى السلطة وأول ما يصلوا إلى السلطة بعد الدين ده يطبغ ما يرضي الحاكم. جد ترابي قعد مع عمر البشير وكتبوا حاجة يسمى حاجة يسمى الخلافة المنظومة الخالفة. المنظومة الخالفة في الوقت اللي أنا طالع فيه ولا يبدأ فيه دكتور لؤي بيتكلم عن المنظومة الخالفة المنظومة الخالفة دي كانت بشرحي بسيط المنظومة الخالفة شنو؟ المنظومة الخالفة كان بتقول ليك شنو؟ بتقول ليك إنه مفروض الحركات الإسلامية الحركات الإسلامية شنو؟ مؤتمر شعبي مؤتمر وطني أي حزب من الأحزاب الخلفية بتاعته إسلامية مفروض يا جماعة بعد ده المواطن السوداني الكلام ده كان 2015 يا شباب شوف الكيزان ده كانوا من 2015 كانوا بيفكروا انه في يوم من الايام المواطن حيطلع جد ترابي ويتمع مع كل الحركات الاسلامية بما فيها الترابي وعمر البشير وكلهم قعدوا قالوا يا جماعة انه نحن بعد ده مفروض نغير التكتيك بتاعنا ونغير الرؤية بتاعتنا نغير الرؤية بتاعتنا كيف؟ مفروض كله زول كله شخص كله حزري من الاحزاب رؤية اسلامية مفروض يا جماعة نحن نجي بعد ده نتحايل على الشعب السوداني ونحل الأحزاب بتاعتنا دي الموطمر الشعبي لا يخطف الموطمر الشعبي ويجي حزب جديد لكن ما يكون الاسم بتاعه اسلامي الاسم بتاعه ما يكون اسلامي ده الشرط كان بتاعتنا الترابي وعمر البشير اي حزب يتكون يتكون بدون ما تقول اسلامي ليه ما تقول اسلامي انتوا خايفين من الاسلام لانه المواطن السوداني وصل الى غناع انه حركة اسلامية ما حتحكم ده الكلام بتاعتنا الترابي وده الكلام بتاعتنا أمر البشير يعني شنو عملوا أي حزب لكن الحزب يكون التكوين بتاعه إسلامي شخصيات إسلامية شخصيات هي كوادر من المؤتمر الوطني أو المؤتمر الشعبي يعملوا أحزاب أحزاب النهضة حزب الديمقراطية أحزاب تحمل أفكار الشباب وأفكار الشعب أو المواطنة السودانية ده كان الكلام بتاع الترابي في المنظومة الخالفة الكتور لاي بيتكلم عنه السعيدي كان شنو كان إنه كل الإسلاميين كل الإسلاميين مؤتمر الشعبي مؤتمر الوطني الأحزاب الإسلامية ناز عبد الحي يوسف أي زول هو خلفته إسلامية لأنه متغارف في الفهم مفروض الناس يجي يقعدوا مع بعض عشان يخشوا في وحدة عشان يعملوا شنو عشان هم يكونوا قايدين البلد إلى أن يرث الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض مفروض البحكم يكون إسلامي يسلم إسلامي يسلم إسلامي طيب دا الكلام كان بتاع عمر الترابي طيب الكلام بتاع عمر الترابي في المنظومة الخالفة كان بيتكلم عن شيء طيب الكلام دا يحققوا كيف الإسلاميين كان الترابي كتب كده باسم المنظومة الخالفة والمنظومة الخالفة دي ما عارفينه إلا جزء بسيط من الإسلاميين والمنظومة الخالفة دي كانت فكرة تبناها الترابي وبصم عليها عمر البشير بالعشرة وبصم عليها كله كوادر الحركة الإسلامية طيب يا جماعة الناس دي ينفزوا الحاجة دي كيف طيب قبل ما ينفزوا الحاجة طيب معناته الناس دي كان عارفين يونه المواطن في يوم من الأيام هيعمل شنو هيطلع الشوارع طيب أنا أنفز الحاجة دي كيف طيب أنا حاجب لك زول إسلامي طيب ما نحن عارفين الإسلاميين كده ما غشوند عشوف الترابي كان بيكتف كتب كتاب اسم المنظومة الخالفة كان فيه 12 مبدأ أو 12 جزئية الـ 12 جزئية أنا ما حتكلم عنها كلها حتكلم عن جزئتين فقط لأنه بيتهمنا في الموضوع الله فأنا بتكلم فيه هذا النقطة الأولى اللي كان بيتكلم عنها الترابي إنه أي كادر من كوادر الحركة الإسلامية مؤتمر شعبي مؤتمر وطني كيزان عبد الحيوسف أحزاب الفكة الأحزاب التجار بتاعين الدين تجار الباصلة مفروض الناس دي القيادات العلية تتنحى طوالي القيادات العلية الناس العارفين تتنحى والحاجة دي حصلت حصلت أعضاء المؤتمر الوطني جزء كبير من أعضاء المؤتمر الوطني قدموا استغالاته زي مينو نافع على نافع نافع على نافع في مرحلة من المراحل عمر البشير أبعده وده الصف الأول للمؤتمر الوطني طيب زي مينو طيب زي علي عثمان محمد طه صف أول خدته بالجنبة طيب زي مينو جزء كبير من القيادات المؤتمر الصف الأول دي المشو لورها ده كان تنفيزا للمنظومة الخالفة اللي بتتكلم عنها الترابي طيب النقطة الثانية يا شنو النقطة الثانية ودي النقطة اللي بتتكلم عنها قال ليك يمنع القيادة الحالية ده كتاب الترابي من تنفيز المنظومة بعد يترجلهم يعني تنحي كل الكوادر المعروفة للمواطن السوداني وإحطاء فرصة إحطاء فرصة لشنو إحطاء فرصة لكوادر جديدة تستطيع أن تقوض المرحلة المقبلة شوف التراب شوف النظر بكم يتكلم عنها إحطاء فرصة لكوادر جديدة الكوادر الجديدة معلوم أنه يقوض المرحلة المقبلة ويفضل أن تسلم لأفراد بعينهم يتم اختيار عدد منهم عبر الراحلة الترابي أو عبر عمر البشير هم حوالي كم؟ حوالي ثلاثة ألف شخص ذي الرؤية بتاعتهم نجيب كوادر جديدة كوادر جديدة طيب الكوادر الجديدة انتماء إسلامي لازم تكون خلفية إسلامية لازم يكون هم بانتهج نفس النهج بتاع الترابي لازم هم يكون ينتهج نفس النهج الإسلامي ذا الفهم بتاع الترابي والمؤتمر الوطني طيب هل في أسامي كانت محددة الترابي أو كوادر المؤتمر الشعب يقول لك آي صاح نحن حددنا 300 حددنا 3000 إسم الناس دي حددوا 3000 إسم طيب الثلاثة ألف إسم دي اختارهم علياتوا علياتوا كيفية على إنه كون خلفيتهم إسلامية كوادر خطابية أقدر زي ما أنا بقدر بتكلم معاك وانت بتقتنع بكلامي لأنه أنا أخنعك طيب لأنه البيئة السودانية أو المواطن السوداني مواطن سميع يعني مواطن لما اسمع الخطابة والكلام والله يزود لكلامه كويس الكلام ده كذا ممكن يمشي وراك طيب طيب هل الناس دي الموجودين الشرطة الأساسي للمنظومة الخالفة كان بيتكلم عنها دكتور لا إستعدي الشرطة الأساسي هو شنو الشرطة الأساسي إنه الأشخاص الذين يتموا اختيارهم ما يكونوا ظهرين في المشهد السياسي ده الشرطة الأول ليه عشان نحن نقش المواطن يعني إنت حتجي بليه حركة إسلامية حتجي بليه مثلا يسونه مزمن الفقير اللي ده معروف لا أنا أجيب لك شخصياتي تم عارفة يا مواطن يا سوداني وألمي عليك ألمي عليك يعني ده كلام التراب الكلام ده كان الكتاب ده طلع 2015 2014 2015 بتكلم إنه مفروض النازل يخلقوا كوادر جديدة الكوادر الجديدة دي شنو هي التي تقوض المرحلة يعني دي خطة يعني النازل كانوا عارفين إنه نحن لازم نبني كوادر جديدة طيب كوادر جديدة طيب المواطن السوداني الليلة بتغبل منه بتقول مواطن السوداني كله بقول لك والله نحن مفروض نعطي فرصة للشباب آأي أنا أجيب لك كوادر جديدة من الشباب وده كانت البداية بتاع التنفيذ الخطة الكلام ده أنا جاي وليه شنو جايوا إنه الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وناز عمر البشير وكل الكيزان كانوا عارفين إنه في مرحلة من المراحل النظام ده سيزغط كانوا عارفين الحاجة دي يعني دي ما صدفة والنازل يماعة ما كانوا بالقباء أن نحن نتخير النازل كانوا عارفين إنه في مرحلة من المراحل المواطن السوداني سيطلع الشارع طيب المواطن السوداني سيطلع الشارع وحيطلع بانتفاضة ما هيرجع عارفين المواطن السوداني لا خايفين مرصاص لا خايفين من غيره لا خايفين من غيره لا خايفين من غيره طيب نحن ما نغش الشعب القبضة الشعب المتخلف نحن نغشه نجيب لكوادر شبابية وده البداية الانه الناس ده خلقوا كوادر جزء منهم قد تكون الناس عارفة الخلفية بتاعتهم شنون جزء منهم انا اتكلم بوضوح وصراحة وما كنت حابل انه اتكلم عن شخصيات بعينه لكن الشخصي ده اغلبية الشعب السودان عارفينه عثمان زنون عثمان زنون احد الاشخاص اللي هو ينتمي الى المنظومة الخالفة تاب ما تاب ربنا غفر ليه دي حيات نحن ما بنعرفها نحن بنعرف شنو الاعمال نمى الاعمال وبالنيات النية بتاعتك شنو والعمل بتاعك شنو عثمان زنون قبل بداياته اذا رجعت عثمان زنون قبل 2014-2015 طيب عثمان زنون عمل ليه شنو عمل ليه تلميع اعلامي يعني عثمان زنون عشان يطلعوا للمرحلة انت شايفة دي النزول قيادي وكلامه صاح وكلامه وين ودولة الغانون وبالمناسبة دولة الغانون ده ما كلام زنون ولا كلامي انا ولا كلام اي حزب سياسي دي العلماء ناس كتبوا دولة الغانون الكلام ده لو 400 سنة ضوئيين يا ورا يعني ده كتب ممكن اشيب لك كتاب اقول لك والله دولة الغانون واحد ده كلام مكتوب ده ما ابداع مني او من شخص او من اي ده عثمان زنون حصل له تلميع حصل له تلميع كيف عثمان زنون يخش عثمان زنون يجيب لك فيديات عثمان زنون خاشي في منظمات خيرية عثمان زنون خاشف منظمات طوعية عثمان زنون يضعم المرأة عثمان زنون واقف مع اضطهاد المرأة عثمان زنون واقف مع ناس دارفور دي كانت الصناعة بتاعت الناس دين دا عثمان زنون دا اللي هو جزء من المنظومة الخالفة عشان كده لو انتوا لاحظتوا انه اول ما الموضوع اشتده اول ما الثورة صخنت اول ما خلاص الحركة الاسلامية حست انه حتزغط جو استخدموا لك زنون وطلعوا وجه زنون القيادة العامة والتغى بيننه هل الليلة في شخصي من السودان ما عارف الخلفية بتاعت حميت تشوف هل في زول الليلة مواطن سوداني داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن ما عارف ان حميت دا هو عبارة عن ماليشيا جنجويت حميت دا كان قاطع بطاعتريخ في دارفور ارتكب يبادة جماعية ارتكب غتل ارتكب اختصاب ما في زول الليلة ما عارف الكلام دا اي زول عارف الكلام دا لكن تا شنو ديسيمال خلايا النايمة عثمان زنون هذه زمان يدعو إلى الطورة يدعو إلى الخروج وهم كانوا على فيلم المواطن طالع الشارع لكن ظهور عثمان زنون في الوقت وجدعد مع حميتي وعمله مسرح في القيادة العامة وجد قبل ما جخش القيادة العامة الخيمة بتاعت أولادارفور كانوا عاملين فيلم توثيق لأحداث زارفور جخش نظام قرصن نظام بتاع الناس خشة الشارع نظام أنا القرصون محاولاته لأنه يخلق حالة تاعت فتنة بين أمنا الشعب السوداني دي بقى تواطح الغاء مع حميتي القيادة العامة المنصف القيادة العامة بأموال الدعم السريع غير التسريبات التي كانت بتطلع من صلاح زنون وما تقول إنه دي أحزاب أنا شخص لا أنتمي إلى حزبي سياسي ولا أنتمي إلى العقل بتاعي حيث تدئ إنه يا جماعي أطلعوا مخاطبات الناس تعمل الناس تعمل كله تدئ دي المنظومة الخالفة كانوا معدينها الترابي ومعدينها الحركة الإسلامية إنه هي تقود المنطقة هي تقود الحراك عشان كده أول ما ظهر تجمع المهنين وهو الحرية والتغيير النازل ظهروا وبيقوا في حالة بتاعت عدام مع تجمع المهنين وهو الحرية والتغيير في حين إنه نحن علاقتنا مع تجمع المهنين وهو الحرية والتغيير علاقة بتاعت شنو؟ علاقة بتاعت مطالب لا أكثر ولا أقدر أنا لا أنتمي لتجمع المهنين أنا عندما طالب عندي إعلان الحرية والتغيير أول ما بينو ده الإعلان الحرية والتغيير اختفت معناته أنا حاخش في الصدام ما تجم مع المعلمين لكن نحن ما في مرحلة إنه قادة وده غايد وده ما غايد ده ما مرحلة نحن مرحلة ثورة ده أحد الأشخاص اللي هو ينتمي إلى المنظومة الخالفة قبل ما ترجع إلى عثمان زلنون عشان تعرف الناس اللي هم جزء من المنظومة ديشنو أرجع لخلفية عثمان زلنون لثلاثة سنة أربعة سنة وراء عثمان زلنون كادر مؤتمر شعبي في الجامعات كادر بتاع عنف أي زول ما بعرف كلام عثمان زلنون دي حقائق يعني الناس شافوها في جامعات الناس شافوها دفع كان بيقروا في جامعات شافوا عثمان زلنون هي قوة كادر مؤتمر شعبي كادر بتاع قتل كادر بتاع عنف يعني دي حتة إنه خلفية عثمان زلنون خلفية إسلامية تتطابغ مع منو تطابق مع الرؤية بتاعت المؤتمر الوطني والرؤية بتاعت المنظومة الخالفة اللي كان كتبت ترابي 2015 يعني 2015 كانوا عارفين انه المواطن حيطلع طيب ليه ما جاء بوزول أكبر من عثمان زنون لأنه عارفين انه دير مرحلة اللي هو الناس دائر الشباب طيب الميزات اللي في عثمان زنون كادر خطابي كادر بتاع بتاع كلام كادر بتاع انه يمكن يؤثر على المواطن السوداني يمكن يؤثر على المواطن السوداني طيب الميزات هل كانت في الترابي زماني شنو؟ ميزات الترابي إنه شخص عنده قدرة على الكلام شخص عنده قدرة على الإقناع شخص متفتح الزهن بعرف يتكلم لكن هل نوايا الترابي أفادت المواطن السوداني؟ لا ما أفادت نحن الليل الخاشين في نفس الجريمة الخاش فيها الجريمة دي الليلة الترابي طيب عثمان زنون ما شبيات نهج هو نفس العقلية الإسلامية وظهوره في الوقت اللي أنا أتكلم فيه ده كان شغل مدرك ومعروف نمشي للشخصيات الثانية أو الشخصيات اللي هي ما معروفة طيب يا شباب قبل 2016 2016 على ما أعتقد أو على ما تظهر 2019 كانت في ثورة شعبية 2019 على ما أعتقد مدخل نزاكرة 2019 كانت في أزمة الأدوية أزمة الأدوية المتمر الوطني زاد الجرعات بتاعت التوعية زاد التزعيرة بتاعت الأدوية بقت الأدوية معدومة لجزء كبير من المواطنة السودانية حصلت حالة بتاعت غليان في شارع السوداني حصلت حالة بتاعت عدم رضا في شارع السوداني حصل شنو طيب المواطنة السودانية طلع الشارع مدارس أو طلبة أو مدارس أو طلبة أو شباب طلعوا الشوارع يدعو إلى إزغاطة النظام طيب كان الثورة قد تقود كانت ثورة ستقود إلى إصغاط النظام بتاع المؤتمر الوطني كانت إذا الناس تبنتها تبني صحيح ستقود إلى إصغاط النظام بتاع المؤتمر الوطني في الوقت والحالة بتاعت الهيجان ظهروا الشخصيات الجديدة وأنا كنت من الشخصيات الجديدة أو جزء كبير كانوا من أمنا الوطن من الشخصيات الجديدة التي كانت تدعو للناس يطلعوا إلى الشوارع 2016 يطلعوا إلى الشوارع ظهرت كيانات جديدة الكيانات أنا أتكلم بالنيم وما هأخش في تفاصيل كثيرة الناس اللي هم اللي بيكونوا في الأحزاب السياسية أول بيقولوا إنه والله نحن حصل إخصاء وأنا حاجة إلى موضوع الإخصاء ده هتكلم عنه بكده بيقول إنه والله نحن هنكون حزب شبابي وإنه ده لا يمثلون ناس شفتون في التلفزيونات ناس خشوا تلفزيون الشروق ناس وخشوا تلفزيون السودان تلفزيون السودان اللي كان في نفس اليوم بظهر الناس القاعدين في القيادة العامة بأنهم زناح بأنهم يطعطون الخمور في القيادة العامة بأن الرجال والنساء في القيادة العامة دين ناس جعشان الرزيلة لا أكثر ولا أغلق وكانوا بيجيبوا صور ناس كندهكات أصيلات كانوا في القيادة العامة بيظهرهم إنهم دين هم البدعو إلى الفساد ودين ناس هم دارين الرزيلة دين ناس دارين تلفزيون السودان هل في شخص عاغل يخش تلفزيون السودان في الوقت ده ويقول أنا كونت لا أنا من حق أي جسم من الأجسام أنه يكون جسم من حق أي زر في الوقت ده أو بكرة لأنه حتة الوقت دي حتة نسبية يا شباب حتة إنه الوقت ما مناسب دي حتة نسبية أنا غد أكون شايف وقت مناسب إنت غد تكون شايف وقت مناسب لكن بنطفق على نقاط معينة إنه لما أطلحت أعلنت للجسم ما حا أعلن في تلفزيون السودان ولا حا أعلن في القنوات التلفزيونية البالظهرة الثورة دي كأنه ثورة بتاعة صعالي ثورة بتاعة رزيلة ثورة بتاعة مخدرات ما حاجي حاجي والله في الشارع في اللايبات في الفيسبوك يا شباب أنا كونت الجسم بتاعي كانت الناس حتحترمك الناس حترف عليك الغبعة تمام الناس اللي هم السجو وكوّنوا الكيانات زهورهم كان في 2016 زهورهم كان في 2016 وفي 2016 غادوا الثورة ما لي طلوا على الشارع غادوا الثورة للقعاد في البيوت والناس ترجع إلى العصيان المدني في 2016 وأنا كنت حاضر في المرحلة ديكي وكنت حاضر الفترة دي وكنت شائب بعيوني لأنه كنت أنا شغالي وكنا نحن في كيانات بتدعو أنه الناس تطلع الشارع لأنه نحن رؤيتنا كانت واضحة صريحة طلوع الناس إلى الشارع جاء الشخصيات دي أو هو كان شخصية قبليها معلغ رياضي تلفزيوني ما عنده علاقة بالسياسة ولا عنده حاجة ولا عنده علاقة بالسياسة أوكي نقول إنه زولده ولا يلقى إنه رأي الوطن ماشي في الطريق بتاع شنو بتاع الثورة من حقه يتكلم لكن لما ظهر الظهور بتاعه ظهر إنه ما غاد الناس إلى الشوارع دع الناس إلى ليشنو إلى العصيان المدني كان هو الشخص الوحيد أجي طلعوا قال العصيان المدني والوقت داك ما كان مستعدين لعصيان مدني ولا كان الشارع مستعد إلى عصيان عصيان مدني حتى الانطلاق بتاعت العصيان المدني الناس كانت مستغربة الناس كانت في الشوارع البنات الصغار أو طلاب المدارس كانوا في الشارع وصلوا لحد هنا لا، بل قضوا على أنه خلال سنة ما تكون في ثورة ما تكون في أي ثورة طيب الشخصية دي كانت بتطلح في السودان بتطلع لايفات وبتتكلم وبتقول 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 أي زوج شايف كلامي ده ما فيه دماء ممكن يمشي طواله، أي زوج شايف كلامي ده ما فيه يمشي طواله طيب النازل هم أصلا خلايا نايمة إسلامية، يعني الناس مدعم اللون قومة وقعدة النازل هم أصلا خلايا إسلامية شينة أم أبينا، انتماءاتهم إسلامية حتى توجهم إسلامي توجهم إسلامي، هل صدفة إنه كل الكيانات الليلة تطلع بتقول ده لا يمثلني وده لا يمثلني، هي كيانات من خلفيات إسلامية بتلقى إنه الكلام بتاع الترابي فعلا يحقق ويطبق طيب حتة إنه تجمع المهنين يخصى، قام بإخصاء الشباب دي حقيقة دي حقيقة أنا قلتها مرة ومرتين وثلاثة، وكلام طلعت في لايبات كثيرة قلت إنه تجمع المهنين عنده مشكلة في التواصل مع الكيانات الأخرى الكلام ده قلتهم ما بدسوا، وده قد يكون عندهم حق فيه، تمام؟ تجمع المهنين عنده مشكلة في التواصل مع الكيانات المستغلة، تمام؟ ونحن كشباب عندنا اجتماعات السعدي في الليل، الليل كان عندنا اجتماع مع قادة التجمع المهنيين في الأرض دي مشكلة تعاني منا كل الحركات الشبابية، يعني دي مشكلة بعاني منا الشخصين دي لا دي مشكلة أي حركة شبابية أو أي لجام بتاعت مقاومة هي بدعاني من التواصل مع تجمع المهنين، دي مشكلة لكن ما مشكلة بتقودنا إنه نحن نمشي في الوقت ادية أقول وده ما في الوقت الراهم دي نقول إنه تجمع المهنيين لا قاعدلوا على خطاباتنا، تجمع المهنيين لا قاعدلوا على خطabاتنا اس كثيرين، تمام؟ هل عندنا مراسلات؟ أي عندنا مراسلات، عندنا فاصلات، عندنا ما يفضل إنه Louvre ما يزبط أنه تواصل مع تجمع المهنين، بل إنه عن طريق الإيميرات وعن طريق الأرض، لكن هل د walked in-Side? أو قياداتنا الشبابية في الأرض نقول لهم أمشوا تلفزيون السوداني وطلعوا تلفزيون السودان قولوا إنكم أنتم تجمع المهنيين ما بتواصل معاكم طيب هل أنا أطلح في تلفزيون السودان زي الوقت هل في شخص عاقل الليلة بيطلح في تلفزيون السودان اللي هو تلفزيون مؤتمر وطني تلفزيون من سقوط عمر البشير لحد اليوم ده ما وقف مع الثورة في حاجة يعني تلفزيون قبل ما أنت تخشها الحلقة بتاعتها كان بعرض أن الناس في الغدل هم ناس رزيلة هم ناس رزيلة فحتى أن تجمع المهنيين مقفلة بابه دي حقيقة والناس ما بتنكره لكن ما سبب يخلي أن الناس تطلع من الملة بتاعت الثورة عشان تكون كيانات أو عشان تختصم السلطة لا أنت ذو بتاعت الثورة لما انتجي تنتقي تجمع المهنيين أنت تجمع المهني يكون بناء على شنو بناء على إعلان الحرية وتغيير تمام يا جماعة أنتوا قلتوا لا تفاوت خشيتوا تفاوت الناس بتقتنع الكلام بتاعك فذلك يا جماعة هم خلفيات إسلامية هم الناس هم الخلفيات إسلامية وبرضو جزء من الخلفيات الإسلامية بتلقى أنه زول هو ما خلفته إسلامية ولا في دليل يزبط أنه زول ده شخصيته إسلامية لكن يا جماعة زول خلال حياته المهنية كان هو الطباخ بتاع الرئيس بتاع عمر البشير كذي براح الناس تفكر في المعلومة دي هل عمر البشير ده شخصية بمشي أي مطعم بياكل فيه لا ده كان طباخ الرئيس عمر البشير يعني ده عمر البشير بياكل وبيشرا منه فبالضرورة إنه يكون عمر البشير ده شنو واثق فيه يعني أنا لكنت شخص ما باكل من طباخ ما لم أكن واثق فيه فيا جماعة دي خلايا نائمة دي كتيرين يا جماعة الأسامي كتير وانا جزء كبير أنا ما داير أسكره لأنه واكفين ومحترمين وقاعدين في العلب بتاعتهم لكن أول ما يصر والناس بيطلع كل الأدلة يعني والأدلة كلها قاعدة وموجودة يعني طبام فبيبقض إنه الخيار بتاعنا إنه يا جماعة دي خلايا نائمة إنه دي خلايا نائمة طيب النازل كانوا مع الثورة لا الترابي أو الحركة الإسلامية بيقول لك إنه الناس دي لازم إنه نحن نصنعهم طيب إنت حتصمع زول كيف حتصمع زول إنه انت تخليه ويطلع توفر له كل الوسائل إنه يطلع في الميديا في الوقت إنه في السودان كان تعبان جدا الكلام دا الفانوز 16 طيب في السودان عارفين إنه في تعتيم إعلامي طيب النازل كانوا بيطلعوا أي الأيام وفي الليالي في السودان بيطلعوا لايفات وما في ظل بيحترضون ما في ظل بيحترضون طيب النازل ما احتغلوا ما هي دي اللعبة هنا زاته الترابي لما نجه وعمل الانقلاب العسكري قال الكلمة بتاعته المشهورة سأذهب إلى السجن حبيسا وأذهب يا عمر البشير إلى القصر رئيسا طيب ما معناته المحتغل بيصنع مناضلين ولا معناته إنه الدخول للمحتغلات ده هو معناته إنه خلاص الزول ده هو مناضل أصلي لا ديل هم ناس صنعوهم صناعة كأنك أنت بتصنع عليك لا عب بتحكوره لا عب بتحكوره بتجيبوا بتغذيوا بتعلموا التمارين بتجيبوا من عشر سنة عشان تبنيه لـ 18 سنة أو 11 سنة دي يا جماعة خلايا نائمة كل الحياة اللي بعملوا فيها ده الوقت لأنه خلاص أخذوا التعليمات زي زنون دعال من الطيارة دعال السجدان التمعي بحميتي أمشي الغيادة العام أقول الكلام بتاعة ده كلام موجه تعليمات لأنه الزول كان أصلا شغالين فيه ده زي عثمان زنون زي الناس الجو من برة أمشي طلع التلفزيون وقلوا لأنه لا يمثلوني وقلوا لأنه والله أنت حتكوّل الحزب وأنت تدعم المجلس العسكري دي خلايا نائمة خلايا من الحركة الإسلامية عشان يغشوا المواطن السوداني أنتو دارين شنو دارين شباب يا هنجل الشباب شباب يكونوا إسلاميين بس لا أكتر ولا أقل أنتو عايزين كوادر مؤهلة كوادر مؤهلة إسلامية دي النقطة جماعة اللولة دارتكلم فيها بتاعة الخلايا النائمة تمام النقطة الثانية اللي دارتكلم فيها هي أجراس الخطر أجراس الخطر أو رسالة إلى تجمع المهنيين قبل ما أخش في الرسالة بتاعة التجمع المهنيين لو سمحت قبل ما أخش في الرسالة بتاعة التجمع المهنيين يا شباب كلامي اللي حقوله ده هنا مبني على إعلان الحرية والتغيير لا أكتر ولا أقل تمام نحن كحركة شباب بي عندنا إختلاف مع تجمع المهنيين في نقاط لكن ما يختلاف بيخلينا نمشي ونشق قصة الاختلافين نقطتين نحن رؤيتنا لا تفاوط مع المجلس العسكري ده رؤيتنا دي الله قالوا الرؤية بتاعة التفاوط طيب نحتكم نحتكم على إعلان الحرية والتغيير اللي هو هذا العقد البربط الشعب السوداني بيتجمع المهنيين وهو الحرية والتغيير طالما هم ماشيين بإعلان الحرية والتغيير طالما هم منفزين البنود بتاعة إعلان الحرية والتغيير أنا كمواطن سوداني ما عندي أي سبب أطلع وانتغذ النازل لكن بطلع أتكلم أول ما أحيش إنه إنه النازل هم ماشيين في طريق عكس الطريق بتاعة إعلان الحرية والتغيير طيب الكلام ده أنا شايله من المؤتمر الصحفي بتاعة الأصم المؤتمر الصحفي بتاعة الأصم اللي كان قبل يومين ثلاثة أيام والناس اللي هي طلعت قد تكون ما فيه مجوز كبير من الكلام لكن ده كلام مفروض الناس تقيف فيه وكلام مفروض نرسل فيه رسالة اللي تجمع المهنين هو الحرية وتغيير عشان نكون شنو الواضح ما فاضح ليه قدام تمام نحن في إعلان الحرية وتغيير يا شباب نتكلم عن البندل أول في إعلان الحرية وتغيير لا تفاوض مع النظام بتاع المؤتمر الوطني ولا لتسليم السلطة ومش لا ولا للتسوية السياسية ولا للتسوية السياسية ده البندل أول في إعلان الحرية والتغيير اللي هو بيتكلم إن السلطة تكون سلطة مدنية مطلقة جاء المؤتمر الصحفي بتاع منه بتاع الدكتور الأصم معي احترامي لو أنا حتكلم عن النقاطل بيتكلم فيها بوضوحه بصراحة دكتور الأصم بيتكلم إنه يعني يعني دكتور الأصم بيتكلم إنه مليشيا الجنجويد مليشيا الجنجويد أو الدعم السريع دكتور الأصم يعني الكلام ده خد أفهمه من قوة الحرية وتغيير كأحزاب سياسية لكن ما قادر أفهمه من شنو من دكتور الأصم اللي هو يمثل منه يمثل تجمع المهنين تجمع المهنين ديل أنا محتغي المطالب المتغاربة لمطالب الشعب السوداني دكتور الأصم بيتكلم لنا على إنه يا أخي نحن يعني شبهي احتراف ضمني بمليشيا الدعم السريع تقول إنه الدعم السريع برؤية القوات المسلحة هي قوات تابعة هي قوات تابعة إلى القوات المسلحة وبل أنه أكثر من كده أنه دكتور الأصم بيشبه الدعم السريع بالحركات المسلحة التي هي قاعدة في دارفور طيب قبل أن نخش في الكلام الكلام هذا ما صحيح إذا كان من دكتور الأصم أو من أي شخص حيث أنك أنت تشبه ماليشيا الجنجويد أسنعنا نتكلم عن ماليشيا الجنجويد دي ماليشيا هل هي سودانية بشهود عيان بشهود الناس اللي قاعدين في الأرض خليط بين قبائل من تشاد هل تشاد دي المواطنين سودانيين خليط بين غبائل من النيجر هل النيجر مواطنين سودانيين هم خلايا من أريتريا الناس قبضوا جزء من الدعم السريع عندهم جوازات أريتريا معناتنا يا دكتور الأصم ما بنتكلم عن قوات قومية الجيش السوداني بعض التحفظات لكن هو قوات شنو هو قوات نظامية هو قوات قومية هي قوات سودانية ما يمكن تثبت لي ماليشية جنجويدي يا دكتور الأصم إنه هي تابعة إلى القوات المسلحة حتى لو إنه ماليشية جنجويدي الكوّن ماليشية جنجويدي منه كوّن جهاز الأمن والمخابرات اللي هو تابع إلى المؤتمر الوطني وحيط تدئينك أنت تشبه ماليشية جنجويدي بالحركات المسلحة القاعدة في دارفورد ده كلام خاطئ جدا الناس من المسلحة في دارفورتي الذين عندهم قضايا اختلفنا معهم عندهم قضايا عندهم قضايا الد deste قديمة وعلى م Pillan ماليشي الجنجوي مما يساءالك؟ مما تعالله؟ حتى أنه تشبه ماليشي الجنجوي مهما بالملائر بالنزل الأمام هذا كلام خاطي وحتي لو احترفتم بالحاجد الشعب السوداني يمكن اخترأ بالحاجد يجونو الله كانت بالوقفات الاحتياجية في السودان الوقفات الاحت 거지 وكانت بطالبNE حرية وعدالة كانت بالطالبBW وقفات التحرش منкую قوات الجنجويد اصبحنا في السودان يا عيش اصبحنا في السودان الموظفات طالعين وقف احتجاجية بوقف احتجاجية داري الحرية سلام وعدالة ووقف التحرش من ماليشيا الجنجاويد دي ماليشيا يا دكتور الأصم حتى لو انتو أول أحزاب أول انتو أمشي أحضر الفيديو بتاع الأصم يا الناس بتقول لي ماذا كلام مع الكلام ده هنا انتغاد لإعلان الحرية والتغيير عشان يغيروا الكلام اللي بعملوا فيه ده لأنه ده كلام قد يؤديه لقدام إلى صدامات حتى إنه ماليشيا الجنجاويد الليلة ما في مواطن سوداني محترب بماليشيا الجنجاويد الليلة الاختصبون في القيادة العامة دي ماليشيا الجنجاويد انت ما تجد تقول لي انه والله ماليشيا الجنجاويد هي جزء من القوات المسلحة هي ما جزء من القوات المسلحة ولا تابع إلى القوات المسلحة ولا هي التكوين بتاع العتاد بتاع ماليشيا الجنجاويد هم سودانيين السعيد يجيبوا ماليشيا الجنجاويد دي كله والناس تزأل من الجوازات بتاعها حتلقى فيها جوازات أريترية حتلقى فيها جوازات صومالية حتلقى فيها جوازات من النيجر يا أخي شهود عيام في القيادة العامة بقولك إنه نازل بيتكلموا لغة فرنسية من الليلة هل عندنا نحن لهجة داخل السودان بتكلموا اللغة الفرنسية لا ما عندنا نازل بتكلموا اللغة الفرنسية نحن اللغة الإنجليزية يا الله ويا مين لغتنا العربية أو اللغات المحلية مليشة الجنجويد ما تابعة إلى القوات المسلحة ولا هي جزء من تكوين الوطن ولا هي سنقدر إنه نحن نغني على المواطن السوداني اللغة الليلة بيطلح في الساحات وبيطلح في الوقفات الاحتجاجية بيقول شنو بيقول أوقف التهرش بتاع قوات الجنجويد قوات تتهرش تقتل تختصب وبعد كله دار إنه نحن نسوقها معانا ونخش معاه في شراكة لا ما حنخش معاه في شراكة ما حنخش بشراكة تماما مع قوات الدعم السريع ومطالبنا واضحة في قوات الدعم السريع اللي هي كانت الكلام الأول أجه في إعلان الحرية والتغيير إعلان الحرية والتغيير بيتكلم عن حل كل الماليشيات المسلحة حل كل الماليشيات المسلحة هذا الإعلان الأول بتاع إعلان الحرية والتغيير اللي هو قشينا في شراكة ما تجمع المهنين هو الحرية والتغيير ده الشراكة بتربط المواطن نحن ما نكون نعرف إعلان الحرية والتغيير ولا عنا على أغوى الحرية والتغيير ولا أنا لا أنتم إلى حزب أنا قريت بنوجه إعلان الحرية والتغيير لأنها من المليشيات المسلحة الجنجويدي المليشية المسلحة يسر فيه القانون بإعلان الحرية والتغير قبل دكتور الأصم أو على الحرية والتغير لما يود عمله خطوة أرجع للمواطن вниз أرجع للمواطن الثوثاني وقمم إليها يلينا الكلامي لانتغvaluation على الأصم و ويعلام الحرية والتغيير لا أطوال centre طوالة إتغالية لتوف Bloor لا نحن أ ñ الكوادر الحزبية المباشرة osob قال ان خطاب الاسم خطاب سياسي خطاب موجه للعلام الخارجية الاعلام الخارجية يصنف مليشا الجنجويد يعني الان ما تقول العالم الخارجية الأمم المتحدة، أمريكا، الدول الأوروبية ما عندها مشكلة في حال مليشيا الجنجويد ما عندها طيب نحن لا يعايزين نخش شراكة مع مليشيا الجنجويد وليه؟ نحن بنشبه مليشيا الجنجويد كأنها قوات مسلحية مع قوات مسلحة ولا تشبه في تكوين الحركات المسلحة وده بالجد يعني مفروض الناس دكتورة سامية طلعوا يحتزف بتشبيه الحركات المسلحة اللي هي بتقاتل عشان قضية شئنا أو اختلفنا معاه عندها قضية عندها قضية بتاعت إنه بتحمي نساء اللي قاعد اختصروا المليشيا بتاعت الجنجويد لكن الدعم السريع بقاتل عشان ياتوا فهم هم قوات ما تابعة للسودان ولا هنجنسوا ولا هنرضى إنه الناس اللي يكونوا قاعدين جزو داخل السودان ما هنقول لهم أطلعوا من الخرطوم لا أطلعوا من الخرطوم معناتهم حينسوا دارفور طلعوا من دارفور معناتهم حينسوا الشمالية حل مليشيا الجنجويد بناءا على إعلان الحرية والتغير ما في حاجة تغيرت مطالبنا ما تغيرت وده الكلام يا دكتور الأصم عشان نكونوا واضحوا صريحين نحن مع تجمع المهنين في أي تزعيد وداعمين لتجمع المهنين لحد آخر خطوة لحد آخر خطوة نحن دعمين تجمع المهنين ومنقول إنه تجمع المهنين هو الغائد بتاع المرحلة لكن قائد بتاع المرحلة بناءا على المتطلبات وإعلان الحرية والتغير في إعلان بتعلان حرية والتغير الناس تلتزين بهم أنت بالطالب المواطني إنه يلتزم بإعلان الحرية والتغير بالمغابل إنك تلتزم كقوة سياسية وكإعلان حرية وتغير أو تجمع مهنين تلتزم بإعلان الحرية وتغير اللي هو بقول حل مليشيا الجنجوي دي النقطة الأولى ندر أتكلم فيها النقطة الثانية دكتور الأصم يعني قال بصراحة قال بصراحة وأنا توقع إنه الخطاب بتاع الأصم ده يمثل تجمع المهنين وقوة الحرية وتغير قال صراحة ما نوع التسوية؟ دكتور الأصم تكلم عن التسوية تكلم عن التسوية إنه إحنا تنازلنا وقدمنا تنازلات ووصلنا إلى مرحلة إنه إحنا داري نعمل تسوية سياسية للخروج بالسودان من الأزمة اللي هو قاعد فيه طيب شوفيها شوفيها تجمع المهنين وقوة الحرية وتغير لو إحنا كنا عايزين تسوية سياسية عمر البشير خلال الثلاثة شهور القبل الثورة دي بيدعوا إلى حوار وطني بيدعوا إلى حكومة بتاعة بيدعوا إلى حكومة بتاعة الكفاءات وبدعوا إلى شنو؟ بيدعوا إلى إنه الناس تجي وتقود على الطاولة بتاعة الحوار طيب الشعب السوداني التف حول تجمع المهنين ليشنو؟ تجمع المهنين قبل 13 دي سابر كان فيه تجمع مهنين ما كان فيه تجمع مهنين أول مواطن ما كان عارف تجمع المهنين تجمع المهنين جه الشعب التف حوله لأنه الخطاب كان واحد تزقط تزقط كل بغاية النظام كل بغاية المؤتمر الوطني طيب عمر البشير بيدعوه إلى التسوية عمر البشير دعا مره ومرتين وثلاثة إنه الناس تجد خوش معه لتسوية وكان حايرضى بالتسوية يجينا قلنا لا تزقط بس إعلان الحرية والتغيير تزقط بس يزقط كل كوادر المؤتمر الوطني يزقط كل الناس اللي هم قاعدين مع المؤتمر الوطني طيب الجرائم اللي ارتكب النظام خلال 30 سنة أنا بتكلم عن مجزرة 29 رمضان ولا 8 رمضان النظام ده يرتكب مجازر منذ قدومه على الدبابة لحد اليوم اللي بتكلم فيه النظام ده ارتكب مجازر في دارفور صنفت كأنها جرائم حرب صنفت كأنها جرائم حرب بالمغاييس العالمية ارتكب النظام بتاع المؤتمر الوطني بنتكلم عن حرق مدن كاملة بتكلم عن اختصاب نساء بتكلم عن عجد المهجريين وقاعدين في مخيمات النزوع وغير المهجرين وغيره وغيره طيب الجرائم دي هل حتتمسح باستيكة بتسوية سياسية ده باحتبار انه نحن عارفين بنادعمل مع المجلس العسكري المجلس العسكري الليلى مجلس العسكري هو انتظاد للمظام بتاع المؤتمر الوطني طيب المجلس العسكري حيكون دائر تسوية تحفظ اعناق ورقاب كل كوادر المؤتمر الوطني تسوية نحن هنا نتكلم عن تسوية ونحن الليلة شعاراتها بيقول نقاوم ولا نساوم نقاوم ولا نساوم لو كنا عايزين نساوم يا دكتور الأصم ويا الأحزاب السياسية ويا تجمع المهنين ليه طيب البيانة الأول في إعلان الحرية وتغيير لا تفاوض ده كلامكم طيب الشعار بتاع المواطنة الليلة تسقط بس وصل عساك الرص يا خالد تحياتنا كيفك تمام طيب التسوية السياسية دي قاسطين باشون أنا جماعة قبل ما اتكلف الموضوضة تواصلت مع عدد خمسة محاميين في السودان أو خارج السودان تواصلت معهم عشان زور ما يقدر يتكلم لأنه أنا المجال بتاعي ما مجال بتاع قانون أو محامة سألت خمسة محاميين خارج أرض الوطن وداخل أرض الوطن يا جماعة التسوية السياسية دي قاسطين باشون دي المحاميين قانونيين التسوية قالوا ليك الآتي قالوا لي إنه النظام بتاع الموضوضة الوطن ارتكب جرائم كبيرة جدا جرائم الليلة ولا بكرة ولا بعد بكرة حتى بعد سنة وبعد عشرين سنة طالما النازل عايشين مفروض يقيفوا قدام المحاكم في الجرائم الليلة ارتكبوها دي طيب الجرائم دي عشان هما يتنازلوا عنها أول قانون الدولي أول محاكمة الدولية عشان تتنازل ليك من الجرائم دي ما في أي طريقة إنه تتنازل إلا عن طريق تسوية سياسية تسوية سياسية معناته شنو معناته من قتل ما مشكلة معناته لما إنت تخش في توقع على تسوية مع المينس العسكري دمعناتك إنك احترفتك الآتي المجازر أو القتل حصل في دارفور السعى الليلة تصنف إنه هي جرائم حرب بعد التسوية والتوقيع عليها ستتحول ليشنو من جرائم حرب إلى إفراط في استخدام القوة شوف استخدام القوة تمام طيب الجرائم اللي ارتكب النظام خلال 30 سنة بدلا من إنه تكون قانونيا تؤدي إلى الإعدام ستتتحول إلى محاسبة أو محاكمة أستخدام الليلة شايفينها في عمر البشير عمر البشير الليلة قاعد داخل السجين داخل السجين بيأت تهمة هل بتهمة القتل دارفور؟ هل بتهمة اختصاب النساء؟ لا بتهمة غسيلة الأموال حيطلع منها قانونيا عمر البشير حيطلع منها خلال يومين وثلاثة دمى جرائم بتودي إلى المحكمة نحن طلعنا ثورة وقدمنا شهداء وقدمنا دماء بعد الشهداء والدماء والقتل الذي يسفك والنساء الذي يختصبا جاء يجي التورى الأصم وتجمع المهنين وقوى الحرية والتغيير عشان يتكلموا مع الشعب السوداني ويا ريت لو بتكلموا بخجل بتكلموا بوضوح أنه نحن نقبل بنتسوية فمن هنا بنقول يا تجمع المهنين وقوى الحرية والتغيير انتوا دعمين للحراك ده وأي تزعيف ثوري عارفين إمكانياتنا في الأرض شنو عارفين عارفين المعنى إمكانياتنا في الأرض معكم لحد آخر لحظة لكن تسوية نحن كشعب السوداني أو كقيا مغاومة أو كحركات شبابية نحن نتبرأ إلى الله من التسوية السياسية لأنه نحن ما أوليابة عن دماء لأنه نحن ما أوليابة عن حقوق لأنه نحن ما أوليابة عن دم الناس الماتوا خلال 30 سنة انت كيف حتي تتكلم لي مع أم هزاح تقول لي أنا قبلت به تسوية ودم ابنك أنسيو لا ما صحي طيب الناس اللي هم ماتوا في دار فوردين حتمشلهم بياتوا واجه تقول لهم يا أخي نحن تنازلنا عن دماءكم لا ما في تسوية ما في تسوية ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب ضل الله سبحانه وتعالى ضل الله سبحانه وتعالى ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب نحن ما أولياء دم ولا تجمع المهنين أولياء بتاعين حق ولا قوى الحرية وتقييرهم أولياء على دماء الشعب السوداني ولا يوجد كائم مكان على وجه الأرض أو داخل السودان عنده الحق من الأحزاب السياسية وتجمع المهنين إنه يخش في تسوية على دماء الناس الهم ماتوا ذا كلام واضح وصريح وما حنلعب فيه ولا حنجامل فيه لأي درجة من الدراء ولا حنجامل فيه حتى لو إنه تجمع المهنين يمثلنا نحن موقعين على إعلان حرية وتقيير نحن عندنا إعلان clause أن الناس لمسчи تقرروا قبل ما تقولوا لي كلامكذا شك صف أنا ما شك يتصف أنا بطالب إنه تجمع المهنين يلتزم بإعلان الحرية وتقيير تجمع المهنين يلتزم بإعلان الحرية وتقيير بس لا أكثر ولا أقل إعلان الحرية وتقيير الطلع في ديسمبر أتمنى إنه نازل يلتزم بيه لا أكثر ولا أقل لا تفاوض لا حوار مع المؤتمر الوطني لا مشكلة أن الناس الأخطئوا لكن ما تتكلم لي عن تسوية ولا الناس اللي كانوا قاعدين في القيادة العامة أكثر من شهر هم قاعدين عشان تسوية سياسية ولا نحن أولياء بتاعين دماء ولا في إعلان الحرية وتقيير بند من البنوت يدي الحق لتجمع المهنيين وقوى الحرية والدخول في تسوية تشمل دماء الناس الماتوا في دارفور دين نخطى الناس مفروطة تسبتها دين نخطى للأحزاب السياسية لقوى الحرية وتقيير لتجمع المهنيين نحن معها نرضى لتسوية لو أنتوا دارين تخشوا في تسوية مع النظام دا داك الغصرة الجمهورة أمشوا في تسوية عندنا الغدرات وعندنا الإمكانيات وعندنا المخومات والشعب السوداني عنده الطموح أن المواكب تكون شغالة تانية نحن ما حنبيع دماء ناس ولا حنتنازل عن دماء ناس ولا حنتنازل عن الشرف بتاع النساء الاختصف في القيادة العامة ولا عندنا الحق أن نتنازل عن قطرة دم واحدة سفك النظام بتاع المؤتمر الوطني داخلها تلاتين سنة ما حنرضى بالحاجة دي ويا لأصم ما تجي تكلمين عن تسويات تسويات أمشي طوالي تكلم عن تسويات وحتى الكلام بتاع التسويات انتوا طيب يا دكتور الأصم ويعلى الحرية وتغييرات الجمهورة المنين ما تطلعوا توروا الشعب السوداني الكلام دا ما كان قاعدين في القيادة العامة وكان من يتشغال أطلعوا وقولوا إنه نحن سنرضى بالتسوية سياسية ليه جاييننا الليلة قبل ثلاثة يوم أربع يوم بيقولوا إنكم سترضوا بالتسوية نحن ما بتاعين تسوية الناس اللي بيقولوا أنتم ما عندكم أي شي الكلام لما نيجي وقته بيتعرفوا إنه نحن هل عندنا شيء ولا ما عندنا شيء الموضوع ما تهديد والموضوع ما هز دراع والموضوع ما موضوع شو أنا عندي وإنت عندك تمام؟ الموضوع إنه في مطالب المطالب دي لازم إنه هي تتحقق حتى لو قال الأصم ولا قال غيره في مطالب مبنية على إعلان الحرية وتغيير الناس تلخزهم بإعلان الحرية وتغيير الناس الأحزاب المقارات إعلان الحرية وتغيير تمشي تقرىوا تمشي تقرىوا حل المليشيات لا تكلمنا إلي وأبينiاتنا الشوارع بالساكران يعني بنقول واضح وصريح ما في تهديد نحن كحركات شبابية أو كجزء من تجمع قوة الهامش نحن ما حنرضى به تسوية سياسية ما حنرضى به أي تسوية سياسية ولا حنرضى أنه نبقى طرف في تسوية تنازل عن حقوق ودماء الناس ده كلام بنقوله السعدي ونحن قادرين أنه نزبط للناس أنه نحن ما حنقبل به تسوية دي مطارب الشعب السوداني لا نقاوم ولا نساوم لكن ما نقاوم ونساوم وتنازل عن دماء الشهداء ده كلام واضح أنه نسبت وصله أكثر ولا أقل يعني دي كل النغاطة لا أعيز أتكلم فيها كلمة تسوية يا حبيبنا أبو علي كلمة تسوية دي واضحة كلمة تسوية دي واضحة لا فيها مقاييس سياسية لا فيها أحزاب سياسية يا خيدر كيفك تحياتنا يا دفعة كيفك تمام؟ تحياتنا يا دفعة تمام؟ تحياتنا يا دفعة يا شباب الشعب السوداني طلع عشان مطالب محددة الدم قصاد والدم بتنفعت ديه الليلة تزغط بصر الصراع ساكر بص طلع إعلان اسمه إعلان الحرية وتغيير طلع في ديسمبر النسخة قاعدة لو الناس الما قدتها المطالب اللي هي قاعدة دي المطالب اللي التفى حولها الشعب السوداني بالإجام مقاومة بكل أبناء الشعب السوداني نطالب تجمع المهنين وغوى الحرية وتغيير شوف سبحان الله نطالب تجمع المهنين وغوى الحرية وتغيير إنه يلتزموا به الوثيقة الهم ما كتبها لا أكثر ولا أقل أنا ما قاعدة أطلب حاجة كثيرة ولا أطلب حاجة صعبة في وثيقة مكتوبة وقاعدة أتمنى إنه نازل يلتزموا به لا أكثر ولا أقل حل الماليشيات المسلحة معاناته كل ماليشيات مسلحة معاناته ما في استثناء لا يوجد استثناء لعمو الحميدة ولا لعمو البرهان هذه النقطة الأولى النقطة الثانية التسوية لا نحن معها ولا سنخش فيها ولا سنتنازل عندي مع الناس الناس الجزء الكوادر الحزبية الأسئلة تقول لها التسوية التسوية دي واضحة وصريحة خش اليوتيوب أولا نتكتب التسوية السياسية معناتا ما موضوع عايز هالة إعلامية عشان يجي واحد يورينا تسوية 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 دي بتشمل تسويات عن المدلس العسكري داري شنو؟ دائر تسوية عن قتل الدماء من 30 سنة لحد الليلة ودائر إنه يكون شريك في السلطة دائر يتدو الشراكة في السلطة طيب دماء الناس دي هو السياع العايزة الناس دائر تتنازل الناس تتنازل وده هنا جراس الخطر اللي تجمع منه والحرية وتقيير بيناتنا في علان الناس تلتزم بيهو ما التزمت بيهو نحن ما ملزمين بإنه نخش في أي تسوية سياسية بيناتنا الشوارع عارفين إمكانياتنا وعارفين قدراتنا بيناتنا الشوارع لا أكثر ولا أقل إذا الشعب السوداني إذا الشعب السوداني الرضى يتنازل عن دماء الناس نحن نتنازل على المطالب لا أظن لأن الم vi judgement لكن الم orientation تتنازل عن حرق القرى في 30 سنة لا أظن الناس الشمالية quien تتنازل عن غاكر لا أظن النين الأبيض تتنازل عن دماء الناس المائت في العراق لا أظن الناس المائت بن 13 دسمان من الى ح stolen تتنازل عن دماء أبنائهم. تحية لكم. ما هي رؤيتك للتخلص من الجنجويد؟ حل مليشيات جنجويد واضح وصريح يعني ما 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 عندي كلام أقوله. هي مليشيات ما غومية. هي مليشيات جزء كبير منها من النيجر. من تشاد. من الصومال. من بوكو حرام. من أريتريا. من أريتريا. دي مليشيات ما سودانية. دي مليشيات مرتزغة. تتحلى بالواضح وصريح. وفالرؤية بتاعة الدعم السديح كانت مكتوبة على الحرية والتغيير. حل المليشيات العسكرية. مليشيات العسكرية ما بكصودوا بها قوات المسلحة. مليشيات العسكرية دي بكصودوا بها مقصودة. مليشيات العسكرية دي معناه شنو. معناه طه حركات مسلحة والدعم السريع. دي المليشيات القاعدة في السودان. تمام. فيا حزابنا السياسية. الناس ما قدمت تضحيات. ما تعرضت للبومبان. ما ناس فقدوا أعضاؤهم. ناس اختصبوا. عشان نجي في النهاية ينقش في تسوية سياسية. تسوية سياسية لتسوية سياسية. احسن لنا كان نخش وتسوية سياسية مع عمر البشير. ما هي تسوية لها تسوية. كان نخش تسوية سياسية مع عمر البشير. نقول لها. شي لقروشك. شي لأموالك. اجرائم الفدارفور يا حبيبنا امشي مع السلامة. كان احسن لنا عمر البشير من نخش. منا نكون حافظنا على مع الناس القادمين في القيادة العامة بعد كله جاءين الأصام يتكلمنا عن تسوية نحن تسوية ما فيها ولا حنقود أي دينة فيها وحننشتغل ضد أي تسوية سياسية حنشتغل ضد أي تسوية سياسية بالمخاطبات داخل الأحياء بالمواكب داخل الأرض بالمتاريس داخل الأرض ده تحزين يتجمع المنونة والحرية والتغيير أرجعوا لعلان الحرية والتغيير لا أكثر ولكن في أمان الله يا شباب